شن المطر يا سحابا فوق خضر الخطور قولي لمارب متى سده ثم تمشاهد لا تتحدث لكنها تقول كل شيء هنا وعلى بعد كيلومترات من مركز محافظة مأرب تظهر العشرات من المزارع على مديرية الوادي شرقا ومنطقة ذنة وهو ما جعل مأرب تتربع المرتبة الأولى من بين محافظات البلاد في إنتاج الحمضيات والثالثة في الإنتاج الزراعي بشكل عام بعقود من الزمن شكلت هذه المساحة الخضراء رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ومصدر دخل للمزارعين لكن هذه السنة تعرضت المحافظة لموجة سكيع غير مسبوقة أحدثت خسائر كبيرة للمزارعين إضافة إلى صعوبات وتحديات أخرى ساهمت في الحد من النشاط الزراعي الضريب اللي ضر المزارع يمصفها عامة واللي بيضر المزارع ويخسر فيها المزارع ويزرع كثرة أحيان بدون جدوى هو السبب له عدم فحص التربة التربة بحاجة إلى فحص أنه فيه أحيانا نحن ننثر سماد ويكون السماد هذا فيه بالعناصر غنية منه ونحن نزيد نديلها كمية فوقها في صبح هلاك الإزراعة في انقضاء التايزل إذا انقضاء الكهرباء التايزل لا يوجد للمزارع أي هذا أن يصير للمحطات يقولوا ماشي لكم التبات ولا برامي خلق التحاق الأهالي بجبهات الكتال ونزوح الكثير منهم فرص عمل لعشرات العمال القادمين من الكرن الأفريقي حيث جرى توظيفهم في محاولة لإصلاح الأراضي الزراعية التي حولتها ميليشيات الحوثي إبان تواجدها إلى ساحات للمواجهات وفخختها بشبكات من الألغام أثراحت مأرب قليلا من الحرب وتعافت في جوانب عدة على عكس ما يشهده القطاع الزراعي من انحسار وتدهور مستمر وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول غياب الرؤية الاستراتيجية ودور الجهة المعنية في المحافظة غياب دور وزارة الزراعة والمنظمات المانحة الذي أصبح دورها شبه قائب ووزارة الزراعة الذي أدب دورها كلي إضافة إلى ضعف سياسة التسويق الزراعي وهذا لا يقدر المزارع أو مكتب الزراعة بإمكانياتها البسيطة أن يواجه هذه السياسة الدولة ترسم سياسة التسويق تحديات وصعوبات كبيرة في ظل عجز بدى واضحا من قبل السلطات المحلية كان وراء هذا التأرجح في حجم إنتاج المحافظة خلال الأعوام الماضية حيث لم يعد يتناسب والعائدة من هذه المنتجات مقارنة بتكاليف الإنتاج المتزايدة ما يتسبب بعزوف كثير من المزارعين عن مواصلة نشاطهم شكلت هذه المساحات الخضراء وما تنتجه من فواكه ومحاصيل زراعية رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني ومخزنا للأمن الغذائي للبلاد قديما أما اليوم فقد شهد القطاع الزراعي وبشكل ملحوظ تدهورا يتطلب جهودا إضافية لانتشاله خليل الطويل قناة بلقيس مأرب